قصة اليوم قصة جن حثة الشاب سوري بعد ما راح البحيرة وهذه البحيرة كانت عليها قصة مرعبة ومخيفة والقصة معروفة ومشهورة من السكان المحليين القصة مال هذه البحيرة ان البحيرة بيوم من الايام ظهر بها كائن مرعب والتهم شخص قبل لا تحدث بها بالكامل عاب اقول لكم ان اليوم القصة مختلفة فحطوا لايك للفيديو حتى يشوفوا اكثر عدد ممكن وانا بطبيعتي اجيب القصص الغريبة والقصص النادرة فلا تحرمني من اللايك ولا تحرم غيرك من المشاهدة قبل لا ابدي بالقصة وسرد احداثه حاب اقول لك ان القصة قصة جن فاذكروا لي الله يا جماعة الخير وصلوا لي على الحبيب المصطفى لان الجن على ذكرهم يحضرون ويلا نبدي بقصتنا صاحب القصة اسمه سعد وكيدا انا راح اخذ الدور بمكانه انا سعد من سوريا بيوم من الايام تعرفيت على شخص باسطنبول والشخص هذا كان اسمه ازقور وعنده قرائب بعيدين جدا صارين بمنطقة حدودية صارت تمر الايام وان متعرف عليه بيوم من الايام طلب مني اسافر وياه وسافرنا بسيارته ورح نوعجبتني لمنطقة وبديت احاول ايلقى بيها شغل المهم بعد ما تكلمت وياه صاحب التركي على الموضوع رحب بالفكرة وقال اكو شغل هناك يطلع فلوس والشغل هو بصيادة الاسماك شن رايك وفعلا رح تاني وبديت اشتغل وياه سنة كاملة جننا الروح انصيد بالانهور المجاورة وكانت اكو بحيرة هناك يسموها بحيرة الوحش واصلا اسم هذه البحيرة الحقيقي هو اسمها وان فان وهذه البحيرة عليها قصة مرعبة بيوم من الايام تقريبا بسنة التسعة وثمانين مروا ناس من هذه البحيرة واحد من عدهم نزل بالبحيرة حتى يتوضي ويصلي وبعدها سمعوا يطلب النجدة اللي كانوا موجودين وياه ما كانوا من تبهين بالليل تقريبا او وياه وقت المغرب راحوا علي ربضون وتفاجأوا انه جاي يطلع لي بره من المي ويسحب شخص لجوه وبعد ما راحوا رادوا ويطلعوا طلعوا واستغربوا لقوا ايده مقطوعة كان مجلب شي بايده لكن اللي يشافوه ما كان كائن بسيط ولا كان شكل متعارف عليه ولا كان نوع من انواع الاسماك كان مرعب جدا وضخم يقولون الي رقبة طويلة ولونه اسود اشبه بتنينه بداخل المي وبعدها الرجل بدأ يصارخ بصوت عالي ويقول موجودين بالداخل لكن ما احد يعرف شن اللي كان يقصده وفجأة يظهر هالكان مرة ثانية ويسحب هو جثته وياخذه لجوه ومن هناك طلعت عليها بحيرة الوحش او اكو ناس يسموها البحيرة المسكونة يعني الناس تخاف من عندها لكن هالبحيرة هذي جميلة جدا وماءها صح كان مالح لكن اكو نوع من الاسماك يعيش بيها وهذا النوع يبدي يطلع على الانهر المجاورة ويبدي يبني حياته من جديد وهو نوع من الانواع النهرية وطبعا بما انه هي بحيرة ومالحة ما راح تعيش بيها نباتات ولا اشياء ثانية لكن هذي البحيرة بحد ذاتها كانت لغز اذا تنزل باعماقها تتفاجئ وبوجود اشياء موجودة بداخلها كأنها اكو بنايات غرقام لكن احيانا يجون الشرطة النهرية ما يخلون احد يصيد الا اذا كان عنده موافقات لان الاهالي المحليين عيشتهم على الاسماك اللي موجودة به وياه اللي يجي يصيد ويخافون بذاك الوقت تنقرض الاسماك او هذا النوع من الاسماك يعني يكون مشاكل واحنا يقول كنا نصيد بدون اي رخصة فكنا نطلع بالليل دائما للانهر المجاورة البعيدة اللي صار تقريبا على غابات وزرع نقعد ونصيد وثاني يوم نبيعوان شنة عايش عيشت الملك والسبب انه ما موجودين عرب كثيرين هناك فيعني انا مثل الحالة النادرة في وقته وكان وياه صاحبي كذلك المهم سنة أولة وثانية وتقريبا بحدود ثلاث سنين حياتي عادية الغاية ما بيوم من الايام صاحبي هذا يجانب خبر صادم قالاني راحلت حق بالعسكرية طبعا هانا جنت متعود وياه لان هو يقدر يجيب سفن ويقدر يجيب كل شي في وقته واني كأنه انشليت لمن هو راح ضليت اسبوع كامل جالس ما عرف شا سوي الحد ما قلتي القاعدة ما تفيد خلي اطلع وفعلا طلعت اتمشي لغاية ما وصلت المكان المكان اللي وصلته كان نهر ويعني كله على الجانبين مالته حشيش عالي فبديت انزل حتى اجلس بمكان واصيد وكان الهدف من الصيد هذا خلي الوقيت يمر لان بعد ما راح صارت الساعات ثقيلة علي كان موجود وياي وحسسني كأنه هو اخ الياه وناصح الحد ما واني جاي صيد اتفاجئت بوجود حاجة تمشي بالمي حاجة كانت غامضة ولونها ابيض وكانت سريعة وشبيرة كذلك والمشكلة كانت تفتار حوالي وكانت كل ما اركز زيادة جاي شوفها كأنه بشر لكن بشر تحت المي بهذه السرعة حاجة غريبة جدا وبعد ما قمت وشعلت لضاها على المي وشنت اشوفها تأكدت مية بالمية انه اكو حاجة غريبة لكن ما جاي يعرف مصدرها شنو كانت سريعة حتى لها صوت الخيط اللي شنت اصيد بي او الشص او السنار اللي شنت اصيد بيها انسحبت ثلاث مرات بالاعماق الغاية ما انسحبت من نيدي وبلقوا يلا لحقت وجبتها وتفاجئت من اللي جاي دور حولي ويوم اللي ركزت اتفاجئت بشغلة بعد ارعب من هذا كله هو اكو ناس حوالي بالبداية حسبتهم شرطة فبديت اطالع ما كان اكو احد لكن يشعر بحركتهم يعني صوت اقدامهم وصوت حتى ما نفسهم ظليت واقف على كيفي وفجأة ما حسيت غير صاحبي يظهر الي من احد الاشجار شعلت لضاها علي وفرحت وقلت له انت وينك يا رجل رح تتقربت علي اريد احتضمي وابوسي رفع ايده وقل لي لا عني مريض وكان كلامه غريب وصوته ما تغير علي ولا كأنه صوته صوته بيخشونه وبطء مطبيعي والمشكلة كان النقع من فوق لي جوه مع العلم ما مطرت فسيلته وقلت له انت ليش منقع بهذا الشكل فبدأ يقول لي لا عادي ويوم اللي طالعت على هدومه الهدوم هذني قديمات جدا منين جابهن شلو اللي بسهن ما عرف صح انا شايفه بيهن لكن قديمات يعني ما معقولة هسه منذكرهم فلا بسهن وواقف قدامي وبديت اطالع به اكثر واركز المهم كان هو عنده حاجة ميزة وهذه الحاجة كانت وشم على ايده يوم اللي طالعت والوشم كان ظاهري الوشم كان اهنال بهذه المنطقة بالخارج في يوم اللي طالعت ما كان اكو وشم وبديت اركز كأنه عرف بدأ يضحك ويقول لي اكيد ركزت على الوشم اللي موجود بيدي لما رحت للعسكرية مسحه هناك ما يقبلون انا اعرف ان الوشم ما يلمسح بهذه السهولة وحتى اذا شلت او زلت بجهاز راح تبقى تقريبا اثراته فسيلته وقلت له انت شو وقت اجيت ارد علي وقل لي قبل ساعات قلت له مباشرة اجيت لهنا قالي اتصارت عليك وانت ما جاوبتني في وقت هالمكان هذا بيش شبكة ضعيفة الا نطلع على الشارع يلا احصل فاحتمال انا لما انشنت هنا هو منتصل لكن ما كان شايل بيد اشي فسيلته قلت له انت جاي تصيد قال لا جيت عليك اشوفك المهم جلس بصفي وبديت اصيده ورجعت الخيالات مرة ثانية وشنت اقول لشوفهم وهو يضحك الغاية ما قال انا راح ادخل واشوفهم ومباشرة نزل بالماء هو وهدومه طبعا بعد ما نزل انا ما عرف شن اللي صار بيه لان سمعت اصوات ما صراخ وارتعبت وما قدرت في وقتها تركه نزلت بعده لكن النزلة ما اتصارت على كيف وشنت اسمع اصوات ما الحركة غريبة بالمي الاضاءة اللي كانت عندي ما اضوي يعني تحت المي ولا بذاك الوقت اقدر اضوي به لكن بعد نت شنت لازمها ورافع ايدي يعني ارفع راسي واشوف يعني بس انزل ايدي راح تنزل لي جوا بالمي وتحترق في وقتها شنت اردشوفها باي اتجاه لكن ما جاي اشوفها والمشكلة المي كان يروح يمين ويسار وروج قوي كأنه اكو غواصة تحت المي مو حاجة او سمشة يعني كان الروج مع المي سريع الحدمة فجأة اللي حدث كان غير متوقع شعرت اكو حاجة اللفت على قدمي وبديت انزل لي جوا اول مرة نزلت بيها كانت الاضاءة بعده يعني ما داخل لها مي بالكامل فهي مش تعليش شفت قدامي حاجات غريبة لا هم اسماك ولا هم بشر اجسامهم غريبة ومرعبة لهم اطراف طويلة ولهم روس كأنه روسة البشر لكن باللون الاسود ولهم حرق شبير كأنه ضاحك وعيونهم كبار كانوا مرعبين حقا من شدة الخوف والفزع وقع الاضاءة من نيدي وطفت وبدأت احاول اطلع ارفع اديه لكن بدون اي جدوى المهم ما عرف الشون قدرت اتخلص ساعدت لي فوق حاولت اوصل الجرف وانسحبت بالمرة الثانية وشنت اصرخ بعضو صوتي المهم ظليت كل ما اوصل للجرف اريد اطلع انسح بمرة ثانية وما احكي لكم بالعشاب اللي جنت امسكها وتدخلوا اياي او تتعور ايدي الحمدلله والشكر اخر مرة قدرت اطلع لي برا لكن بعد ما طلعت لي برا جنت مرعوبة بديت اطالع بديت اطالع وكأنه جاي اشوفهم لحد الان لان كان بياضهم غريب ومرعوب وخايف هو شن اللي جاي يصير وصاحبي وان راح معقولة اخذوه بثنام وانا جنت واقف واطالع ما حسيت غير صوت وراي واول ما ارتفتت لقيته واقف ويطالع بي وكان يضحك وكان قريب مني بعدني ما قايل له انت شون طلعت دفعني بيده بالمرة الثانية خلاني اسقط بالمي ونفس الشي الكائنات اللي كانت جوه كأنهم تقصدت سووا بي هذا الشي بدأوا ياخذوني لي جوه واطلع مرة ثانية او يجون ويضربوني الحد ما عانيت جدا ما عارف شن اللي حدث لكن صحيت وليقيت نفسي موجود برا على الجرف وتقريبا الصبح راح يطلع علي من الخوف والرعب والهلع طلعت اركض من المكان ورحت يعني البيتي فجلست واني حاير شن اللي اسوي الجوال مال تخترب بذاك الوقت المهم راح طلعت السيم كارت اللي كان بي حاورت ادور على رقمه بعدين رحت على اهله اتصالت علي اتصالت علي شار رقمه مغلق لكن تقدر تخلي الى رسالة فقلت له انواني صار ويا اي موقف وعول ما تفتح كلمني بعدين لما نفتح هو رجع كلمني وقال شن اللي يصير وياك سؤلفت له الموضوع وقلت له انت البارحة شنت هناني بس انا رحت اخذت رقمك من اهلك واهلك قاله وكذا فهو كان ما مصدق بالموضوع عدى يمكن عشر ايام ونزل مجاز طبعا نزل اللي قاني بحالة يرثى لها لاناني بعد هذا الموقف ما صرت نفس طبيعتي صرت اسمع اصوات وشنت داما اسمع صوت مال كلام غريب بالبيت شنت انام واسمحهم افتح عيوني القى كل شي يختفي واكو شغلة كانت تفاجئني المي اللي بالبيت دائما يلقى مفتوح تخيل الحمام عندي كان بيه سدادة تنسد وتقدر يعني مثل الشاور تمليه مي وتجلس بيه عند قام مزدود ومملي مي ويكبوا ومطلع المي من جو الباب على الممر المهم بعد ما اجي كان مستغرب الحال اللي يهان به ما كان مصدق لكن يوم اللي شاف الذبلان اللي كان بجسمي والحمار اللي كان دائر عيوني والسواد من قلة النوم بدأ يسألني ويقول لي الكلام اللي انت قلته صح قلت لي صح وهذا اللي حدث قعدت بسؤلفت لي الموضوع كله فطلب مني بهذه الليلة اروح انويان نفس المكان طبعا انا صح شنت خايف ومرعوب لكن عادي ما عندي ايش كال صاحبي ورجع على الاقل اطلع يعني اتنفه وياه وبعدين طلعنا وكانت اكو مدينة صغيرة بالبداية رحنا عليها اكننا شوية اتغيرت نفسيتي بعدين قلت لي بلاها الروحة ترى الموضوع مرعب واللي شفته هاني كان قاسي جدا فسألني وقال هو انا اردى اروح واشوفه معقوله هذا الوحش موجود فقلت له اي وحش فسألف لي القصة يعني ما للبحيرة كل هاللي انا نقلتها بالبداية قال ان البحيرة كذا وكذا وكذا فقلت له لا اللي كان به مو واحد ولا اثنين ومو مثل الشي اللي انت جاي تقوله او احتمال اللي انت جاي تقوله اسطورة ما يعني يجوز مو حقيقية بس انا اللي شفته احتمال يكون نوع من انواع الجن اول ما قلت له هيش صار يضحك وقال لا اكيد نوع من انواع الاسماك بس انت ليش هيش شكلك قلت له موجودين ببيتي اسمع اصواتهم وكلامهم وحركتهم والمي اللي يفتحوا بعد ما كنت تكلم مياه هو صار يشعر بغموضه فظل مصير على الموضوع بعدين قل لي يعني انت خايف قلت له انا ما خايف بس انا حرفيا يعني مرعوب من الشي اخاف نتأذى فقال لا ما علي يعني الروح انوية كنت خاف حتى ما رح ناخد ويانا حاجة نصيد به المهم لما انطلعنا مر المحل كان يبيع ادوات وشغلات منزلية فاخذ اضاءة اليه واضاءة اليه قال خاف نحتاجه لان المكان هذا يوم اللي نروح اليه لازم ننزل عن بعد والروح نتمشي ندخل مثل الغابة وبعدين نوصل للنهر وهذا اللي صار حرفيا نزلنا وبدينا نتمشي اول ما قربنا على المكان بدينا نسمع صوت مع الهمس مرعب وغريب وبعدين سمعنا صوت مع الكلام هو مباشرة نجلس بالارض وهي الحركة نسويه دائما اول ما نسمع صوت نجلس اخاف شرطه فجلس بالارض وانا ظلت وقف فبدي يقول لي اقعد اخاف شرطه فقلت لا لا هذا صوته مهم قريبين من عندنا قال مستحيل واكيد انت تبالغ بالموضوع وهناك شافني يرجف فهو شعر بالخوف لما شاف رجفة بايدي ورجفة بقدامي الى اراضيه والسبب ما لهذه الرجفة ما كان جاي من مجرد صوت بس كان جاي بسبب حاجة شفتها شفت كأنه رجل لابس وشاح او بنقدر نقول عباه لونها اسود وواقف يما احد الاشجار على الضوء مالته مو على الضواية هو يضوي بصورة كان عشوائية وشفته فسألني قال شبيك قلت لهاني شفت حاجة غريبة خلنا نطلع فرض علي وقل لي قال لي اكيد انت بك حاجة او احتمال انت تكون يعني مضروب من جن لان هم وعدهم اذا واحد ينضرب من جن يقوم يشوف هذه الاشياء يعني بين قوسين الممسوس قال لي احتمال انت مضروب من جن وجاي يشوف شي احنا انو ياك سنين نصيد بهذا المكان قلت لا لا احنا تعمقنا احنا ما تشننا نصيد هنا فعلا احنا ما تشننا نصيد بهذا المكان تشننا نصيد بمكان قبله لكن الشرطة يجوي يعني بيوم من الايام ولقونا وظلوا يحشون ايانا وحققوا وبعدين تركونا وقالوا واذا نلقاكم مرة ثانية نأذيكم وهم زيان ما شافوا معداتنا كاملة مار الصيد لان شننا نخليها بالسيارة ما منزليها بداية انو احنا نزلنا وبيدنا يعني بس الشص او السنارة فقالوا يعني مجرد انو الصيد عادي هو ممنوع بس شافوها اهون يعني ما عرفوا بينا احنا نصيد هذا الاسماك انتاجر به المهم في وقتها رد خلي يطلع لكن هو كان مصر انو نوصل للبحيرة او نوصل للنهر بعد ما وصلنا النهر هذا صار الشي غير متوقع اول شي سمعنا صوت مال حركة قريب وبيده هو يتلفت وقال انت صادق انا سمعني تصوت وبيده يضوي مجا يشوف شي وفجأة بدي المي يتحرك بصورة مرحبة وبثناء ما صار يتحرك المي بدينا نشوف نفس الخيالات اللي يانش بتهم وبديت اقول له انتبه كان يضوي مباشرة هو اللي قال قال هذوله بشر فبدي يتكلم ويصيح يعني كاردشيم او كده او يحكيوا ياهم يعني يقولهم انتو شنو او اخواني انتو شنو بيت شي فاكيد ما رح يردون عليه شخص جاي يسبح بالمي ويدخل بالمي وسرعته مو طبيعي وحتى الى صوت بعدين وينك بشر يسبح بهذه السرعة تحت الماء يعني حتى ما كان يفوج بايده على السطح بعدين يوم اللي شافهم هو هم كان مستغرب يضوى عليهم سريعين بس مجرد ان يفوتون من قدامنا المهمة باحد المرات كأنه ظهر انه واحد على الجرف ورد نزل مرة ثاني وكان نفس الوصف اللي انطيت هي حليقهم كأنه ضاحك وشبير وعيونهم كانت تلمع فيوم اللي شاف هالموضوع هذا هو حرفيا ارتعب وبدأ يرجع لي وراء فقال يلا خلا نطلع فهو ركض قدامي وانا ركضيت كذلك وفجأة هو يتعثر ويسقاط على الارض وينسحب منه قدامه بسرحة مرعبة وانا بديت اصرخ ما اعرف اش اسوي طبعا هو راح باتجاه النهر ورحت اركض الصراحة ما لحقت علي راح بالمي فضليت واقف من الخوف والرعب بديت اشنج وبدأت حالتي ما اعرف شي جيهة يعني وكنت اخاف انزل بالمي بسببهم وكنت اسمع صوت صراخة وهو يطلو بالنجدة من الخوف والرعب خفت انزل لان انا بالمرة الاولى نزلت وهو اللي كان موجود طلعوا جنم الشكلين بشكله الغاية ما بثناها الرعب والخوف ما حسيت غير شخص يجي ويوقف بصف ويوم اللي طالعت علي لقيته هو كان حاطة ديب هذي الصورة ويضحك ولا كأنه يم فبديت اطالع به وطالع بالمي واسمع صوته هو بالمي ووقف بصفي الصراحة عقلي ما كان يستوعب ولا كان يشيل هذا الشي يعني في وقتها اغمى علي من الخوف يوم اللي صحيت صحيت واستغربت لقيت صاحبي موجود امامي وكان شبه عاري يعني ملابسة داخلية ملابسة خارجية كانت ما موجودة اول ما فتحت عيونه وشفت بديت اصحبي فيوم اللي صحة حمدت رب العالمين انه هو بعده عايش لكن يوم اللي صحة كان عقله ما مستوعب الشي كأنه مجنون يتكلم كلام غريب ومرعب وبعدها اخذت للبيوت وهو يقول لي يعني حاجاتي تلفوني تكرمون يقول حذائي ظل بالمو يخلي اروح اجيب حاجات تافع كان عقله ما مستوعب الشي اللي شافه فقلت لي انت شفتهم يقول لي ايه هم بالمي اقول لهم منه يقول لي اللي انت شفتهم المهم ما خدت ورح يويت الاهلة وسئلت لهم عن اللي حصل وقلت لهم كذا وكذا صار رحنا للبحيرة على اساس صيد انا طبعا كذبت عليهم في سبيل اخلص نفسي وفي سبيل ما صر علي مسائلة قانونية فرجعوا علي وقالوا هو ما اخذ ادوات الصيد شن اللي صار بالضبط جلست وسئلت لهم طبعا انا سورف وياهم وشن يتخايف وهو حركات غريبة يحك بوجهه ويضحك وكرسع يقوم من مكان ويقفز يقعد من مكان ثاني ومثل ما ذكرت لكم هذه البحيرة او هذه الانهر صايرة على منطقة حدودية فاكيد طباعهم تختلف عن طباع المدينة فوالدته بذلك الوقت طلبت مني بكل ادب انه اطلع من بيتهم واخرجوا بعد ما ارجع مرة ثاني طبعا مباشرة طلعت بما انه انا خلصيت من المشكلة لكن هو يظل صاحبي وانا احبه هو كان موجود باستنبول وياي يشتغل يجي هم اقاربه وبعدين يروح وبعدين رجعنا انا وياه هنا وصار هذا الموقف مع العلم والدي كان يعرف ان الانهر مرعبة بالليل لان هذه المناطق حتى اذا كانت ما مسكونة بجن او شياطين هذه المناطق تكون بيها حيوانات احتمال انت تعرض نفسك يعني الخطر وحتى اذا ما كان بيها فهو يعرف احنا ما عدنا اجازة صيد بس الشيالة اذا بيها فلوس كان يسكت ما كان كل مرة يقول لطلعون اما اذا ما جدت فلوس فيبدي يتحجج على ابنه الغاية ما انا رجعت للبيت ونفس الشيء بديت اسمع الصوت وبديت اسمع الاشياء والحركة عدت اربع تيام وتقريبا باليوم الخامس انا ما طلعت ابد سمعت الباب مالتي تندك تقريبا على الساعة من الخوف ما قدرت افتحها لكن قلت له انت منه فرد علي صاحبي وقال افتح الباب بصوت ناصي اهلي ما يقبلون بس جيت اريد اشوفك اول ما فتحت الباب هو دخل لي جو لكن انتبهت عليه كان بيه فتحاجة غريبة ظهر كأنه مو هو وشعره كذلك شعره كان مساقط من الخلف وشكله غريب ومقزز فبديت اقول لي شو بيه شعرك بدأ يوضحك ويقول لي ما بيشي وبعدين انا جاي يسول فيها قام وقف وراح للغرفة اللي انام بيه ودخل لي جو وسد الباب فدقيت الباب عليك فقلت له انت بيك شي ليش هي تصرفت الوقت كان متأخر مرتين وثلاثة ما كان يرد علي بعدين فتحت الباب كانت الباب كأنه مقفولة او عالقة ما تقبلت انفتح فدفعتها مرتين وثلاثة بجت فيه ومفتحت دخلت لي جو وليقيتها ماكو اختفة يعني اللي كان طاب علي ما كان صاحبي ومستحيل يكون انسان لان ماكو انسان يختفي وانتو تعرفون اللي يختفي بس الجن او الشيطان طبعا بعد ما شفت عقلي ما كان يستوعب بعدين سمعت صوت ما المي انفتح بالحمام رجع صوت المي مرة ثانية بالمطبخ واني واقف ما عرفش اسوي طبعا من الخوف والرعب والضغط النفسي اللي علي ما قدرت استمر او اعيش بهالمكان هذا صاحب ذاك بدأوا يودوني الشيخ موجود بهالمنطقة هذي شيخ ما الجامحهم يقرأ علي قرآن وانا كنت بذاك الوقت حتى اذا اقرأ قرآن واصلي يرجع الصوت علي لما نريد انام الحد ما تركت المكان ورجعت مرة ثانية عشت باستنبول او احد المناطق اللي موجودة باستنبول ونفس الشي همس مع الاصوات وشوف اشياء المهم السوريين كثيرين هناك فصرت اطلب المساعدة وصرت اقول له ما انا داما اسمع كلام او صوت براسي والمي ينفتح داما عندي باي بيه تروح بي وصالفت لهم الحدث اللي صار وياي المهم بديت عالج نفسي واستمر على رقية شرعية عن طريق التليفون لان هواي ناس ساعدوني ما كنت اشوف فائدة لكن عن رقية اللي موجودة الرقية طبعا الشرعية مو رقية ما الناس روحانين يعني المعوذات صورة البقرة كاملة حط السماعات باذاني وضع الاسمع اخذت فترة يمكن شهر وبعدين اختفت مني الاشياء تدريجيا لغاية ما راحت هذا اللي حصل لي وهذا اللي صار بذيك البحيرة البحيرة جنة موجودة على الارض والانهر اللي بجانبها تمر باراضي زراعية المكان مرعب حقا مكان شبه غابات مكان ما بأي احد لكن مكان مرعب فانتوا برأيكم البحيرة بسببها هذا الشي لو هي مسكونة بالجن لو هاي الانهر مسكونة بالجن لو هو شنه اللي صار وليه شي سوا بيهو من الجن عدة سنين وهم يصيدون بداق المكان يقولون ما تشلنا نحسك وشي نسمع الصوات نعم لكن حيوانات وتتجول بالليل لو انتوا عدكم رأي ثاني انا اقول ان المكان مسكون بجن وهم داسوا طرف للجن يا امه راحوا وقضوا حاجتهم بمكان مسكون يا امه اذولهم فتحشرة يا امه اذولهم فتحيوان وهذا اللي صار وياهم قصة اليوم كانت قصة مرعبة وغريبة واندر بكم تحبون هي تنوع من القصص فقبل لانهيها للقصة حابة اطلب منعتكم طلب اريد هذا الفيديو ينتشر ولا تنسي اللايك وانتظروني غدا بقصة جديدة ان شاء الله